مزا الخير إيجابية التواصل في قضية المخطوفين اللبنانيين لم ترسم الإفراجا بعد وبينما كان حجيج طهران أسرى جماعات حلب ضرب الإرهاب زوار العتبات المقدسة في العراق فسقط لبنانيون بين قتيل وجريح ونكبت الطائفة الشعية خطفا وشهادة على أبواب الآئمة الاتصالات تكثفت على هواتف القيادات الشعية والموعد كان يجر موعدا من دون أن ينقطع الأمل لكن بلا ضمانات تؤكد ساعة الفرج وكل ما أبلغت به قيادتا أمل وحزب الله أن المخطوفين بخير ولم يصب أحد منهم بأذى والقيادتان اتبعتا أسلوب السيعاب الشارع وجمعه في مؤتمرات ومنتديات تضامنية في الأمكنة المغلقة وذلك بهدف ثنيه عن أسلوب التعبير عبر الدخان الأسود وحرق الإطارات وأقفال الطرق وقد نجح الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله ورئيس حركة أمل الرئيس نبيه بره في عملية التخزين البشري باستثناء خروق محدودة بينها قطع طريق المطار قبل إعادة فتحها وبدى واضحا أن هناك قرارا جازما قضى بعدم تلبية أي مطلب فتنوي لا سيما أن عملية استدراج حزب الله إلى ساحة الوغة تتكرر في أكثر من مشهد وفصل وتترافق وحملة لسحب الجيش من الشمال بهدف إقامة غرفة عمليات على الكتف السورية عض حزب الله على جرح الخطف ومارس ديبلوماسية التفاوض الصامتة وسياسة الشارع الممسوك على نقيد تيار المستقبل الذي لم يمن على حي أو زقاق من طرابلس إلى الطريق الجديد أو أنه ادعى عدم سيطرته على الوضع ما أدخله في حرب ضد نفسه وطابخ السم آكله وعلى ضفاف النهار المخطوف أنفاسه انعقد مجلس الوزراء في بعبدة وتوتر طلاب الكتائب وحزب الله في الأشرفي وفلت الأمن في جريمة الجديد وتظاهر اللبنانيون دعما للجيش في مناطق مختلفة بينها ساحة سسين معقل الكتائب وموطئ القدم العونية عربيا فتح ورد الثورة في جناين مصر الانتخابية حيث ضربت المحروسة موعدا مع الرئيس والمنافسة على أشدها بين عبد المنعم أبو الفتوح وعمر موسى وأحمد شفيق فيما كان لليسار وشباب الثورة المرشح حامدين صباحي لكن المعركة هي في ضمان عدم فوز الإخوان من الدورة الأولى حتى لا يسيطروا على الدستور ويفصلونه على مقاسهم ومن الانتخاب إلى التعيين الذي ينتظره جفري فلتمن كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة وبهذا المنصب سيكون فلتمن العين الإسرائيلية الساهرة على بن كيمون يتقفى أخباره من قلب الأمم ترجمة نانسي قنقر